هجمت البرادري وهجمت خالدة ابو النجا وهجمت محمد عطيه عشان اتكلمه في حق قناة السويس بطريقة مش كويسة لا خالدة ابو النجا اكتر من قناة السويس بكتير ماشي هجمت ليه؟ ما هجمتش ليه باسم يوسف ما باسم يوسف برضو صخر من قناة السويس ما هجمتوش ليه؟ يمكن دي اللي فلتت منك بس ليه؟ باسم يوسف اتزبط برضو زبطتو برضو؟ مش زبطتو مش حد معدي من تحت ايدك قلت ايه على باسم يوسف؟ قلت ان باسم يوسف كاعلامي ساخر لما كان بيقدم برنامجه كان الانجح الانجح كويس؟ ثم شهوة النجومية لانها شهوة شهوة النجومية وبعض المقربين له اللي دحكوا على دماغه في رأيي يعني مش دحكوا بس عدوا زينوا على دماغه كتير خلوا البصلة عنده تنحرف فبالتالي بقى شايف ان هو اعلى حتى من الوطن ما بقاش شوف مصلحة الوطن بقى يشوف مصلحته وجماهيره وشعبيته اكتر من فكرة الوطن ودي كالسة كبيرة ان انت تعلي على الوطن شايف انه في الاخر بطادت شعبيته تقل لباسم يوسف؟ طبعا عشان ايه؟ عشان سابل ما يجيده وذهب الى ما لا يجيده شايف هو نجح في الفترة زيه؟ عشان خاطر هو طرح حالة مختلفة في وقت المصريين كانوا محتاجين يشوفوا فيه حاجة مختلفة يمكن لو كان ظهر في وقت تاني ما كانش خد نفس النجاح ونفس السكسي طبعا بص انا قلتلك لما كنا منتكلم عن البيت بيتك ان كل برنامج ونجاحه هي كيميا مرتبطة بيه حالة معينة ما يفعش تستبعدي منها عنصر الزمن مهم والتوقيت مهم والظرف السياسي مهم حالة الناس اللي بتستقبل البرنامج مهمة مود الاعلامي ونطجه وخبرته في اللحظة دي مهم كل ده بيكون النجاح باسم كان كل العناصر دي متوفرة في اللحظة دي وللأسف هو بايده اللي خسر نفسه جمهريته